تتواصل معاناة آلاف الأسر النازحة التي تكدست في منطقة صغيرة في جنوب قطاع غزة مع إعلان إسرائيل استعدادها لشن هجوم بري على رفح وعلى غرار معظم سكان غزة البالغ عددهم مليونين وثلاثمائة ألف نسمة يشكو النازحون في منطقة المواصي نقصا حادا في المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع يبدو أن محنة آلاف الأسر النازحة التي تكدست في منطقة المواصي الصغيرة في جنوب قطاع غزة ستتفاقم خاصة مع تواصل تهديدات الإسرائيلية بشأن هجوم بري على رفح معظم النازحين المتواجدين في منطقة المواصي فروا من شمال ووسط غزة ويتكدسون حاليا في خيام بالكاد تحميهم في تقس الشتاء البارد والممطر على غرار معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يشتكي لقاء المواصي من ارتفاع الأسعار ونقص المساعدات الإنسانية الكافية التي تدخل القطاع ارتفاع الأسعار الخانق جدا يعني المخيف جدا وما فيش مصادر دخل المكان مكتظ جدا الزبائل عزك الله عزكم الله القمامة محدش بتطلع عليها بتاتا بتظلها كداسة مكدسة تمام غير هيك اللي هو لما بتشت الدنيا كل الدنيا بتصير لاصة وطينة والأمور هذه كلية فالوضع كارثي بمعنى الكلمة الحمد لله رب العمين مياه الشرب أيضا تعد من القضايا الملحة حيث تحصل معظم الأسر على الماء كل ثلاثة أيام تقريبا مع تواصل القصف الاسرائيلي الذي يزيد من صعوبة الموقف إحنا خمس سنفار بس والله الوضع حينا صعب وبعد ما صاروا تعين خنيون زادوا يعني هنا فصار كمان أصعب أصعب صار في عجز في المية تعطي الشرب كل ثلاثة أيام لأكي ستصير نشوفها ولما بدنا نطلع مثلا نجيب غرض أو إشي ما فيش دخل إحنا تعين شؤون لا في دخل ولا في إشي أي إشي بدنا نمشي ماشي لما نروح نجيب أي إشي وإشي بسيط طبعا يعني عقد الحال يعني مش عايشين إنه إحنا مرفاهين فمنطقة المواصي تقع في جنوب غزة وهي منطقة قال جيش الاحتلال الاسرائيلي أنها آمينة ودفع الناس إلى الفرار إليها إلا أنها تعرضت لقصف متكرر ويحضر مسؤول الأمم المتحدة من أن الهجوم على رفح سيكون كارثيا حيث يتواجد أكثر من ستمائة ألف طفل في طريق الهجوم كما أن التحرك نحو البلد والمنطقة المحيطة برفح قد يتسبب أيضا في انهيار نظام المساعدات الإنسانية الذي يكافح من أجل إبقاء سكان غزة على قيد الحياة